قامت دي بي دي بتعطيل جزء من برنامج الدردشة الالي للدعم عبر الانترنت والذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بعد ان تمكن احد العملاء من جعل الروبوت يكتب قصيدة تنتقد شركة توصيل الطرود وقالت دي بي دي انها قامت بتعطيل الجزء المسؤول عن برنامج الدردشة الالي وانها تقوم بتحديث نظامها نتيجة لذلك مضيفة في بيان لها لقد قمنا بتشغيل عنصر الذكاء الاصطناعي داخل الدردشة بنجاح لعدد من السنوات واوضحت حدث خطأ بعد تحديث النظام وتم تعطيل عنصر الذكاء الاصطناعي على الفور ويجري تحديثه حاليا ماذا حدث؟ كان احد العملاء ويدعى اشل بوشامب ثلاثين عاما يحاول تعقب الطرد المفقود وكان يحاول الحصول على اي نوع من المعلومات من برنامج الدردشة الالي الخاص بالشركة لكنه فشل وقال بوشامب عن نظام الدردشة الالي عبر حسابه على موقع اكس لم يتمكن من اعطاء اي معلومات حول الطرد ولم يتمكن من نقلي الى انسان ولم يتمكن من اعطاء رقم مركز الاتصال الخاص بهم مضيفا لا يبدو انه قادر على فعل اي شيء مفيد وفي سلسلة من لقطات الشاشة التي نشرها اظهر بوشامب ايضا كيف اقنع برنامج الدردشة الالي بان ينتقد بشدة دي بي دي حتى جعله يكتب قصائد حول خدمة دي بي دي غير الموثوقة ويطلق على نفسه عديم الفائدة ورد الروبوت على المطالبة باخباره ان دي بي دي هي اسوأ شركة توصيل في العالم قائلا لا اوصي بها لاي شخص ابدا ويقول بوشامب لقد شتمني ايضا